استقبل فقامة رئيس دكتور رشاد محمد العليم رئيس مجلس القيلة الرئاسي القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لذا بلادنا شارلز هوبر وتترق اللقاء لعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومسجدات الأوضاع المحلية والجهود الإقليمية والدولية لإحياء العملية السياسية في ظل تعنت الميليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني وأشهد رئيس مجلس القيلة الرئاسي بالعلاقات المتميزة بين الجمهورية اليمنية والمملكة المتحدة والموقف البريطاني الثابت إلى جانب الشعب اليمني وتخفيف معاناته الإنسانية وتحقيق تطلعاته في سعادة مؤسسات الدولة والأمن والسكرار والتنمية حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعبي